على وقع تحديات أبرزها إنعاش الاقتصاد ومواجهة الإرهاب يبدأ رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي الجولة الجديدة من المشاورات التي يصفها مراقبون بالحاسمة خصصها المشيشي للقاء الأحزاب السياسية الممثلة داخل البرلمان ورغم أن المشيشي لم يعلن عن خارطة حكومته بوضوح إلا أنه أكد أنها ستكون مصغرة لا تستجيب لمنطق المحاصصة الحزبية لتفادي أن تكون عرضة للضغوط السياسية أو الابتزاز الحزبي أو المساومات الضيقة هذا الاتجاه ترجمه تصريحات أدل بها رئيس الحكومة المكلف خلال عطلة عيد الأطحى أكد فيها أن الحكومة القادمة ستكون لكل التونسيين وستهتم بالمسألة الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها من أهم الأولويات ومن المفترض أن تتم مشاورات تشكيل الحكومة في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما وفي حال عدم نيل الحكومة للثقة البرلمانية بمئة وتسعة أصوات سيكون أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد إمكانية حل البرلمان والدعوة لانتخابات سابقة لأوانها وإلى أن تتشكل حكومة المشيش في غضون المدة المسموحة سيواجه الرجل مهمة صعبة تتمثل في حج أغلبية برلمان منقسم في ظل اتهامات تلاحق رئيسها راشد الغنوشي بالتخابر مع جهات أجنبية وخدمة أجندات مجبوهة مرتبطة بالتنظيم الدولي للجماعة الإرهابية